اشتركوا في القناة ويتواجد دائما مع طعام الافطار والعشاء اذ يبرد الجسم ويخفف العطش خصوصا في الصيف وبعض الصيام لانه غني بالسوائل الخيار يعتبر من الفصيلة القرعية التي تضم الخيار والقرع والكوسة واليقطين والبطيخ يحتوي على الياف ومعادن كالكاليسيوم والماغنيسيوم بوتاسيوم فيسفور حديد فيتامينات فيتامين بي فيتامين سي فيتامين كيف بروتينات مضادات اكسادة ونسبة عالية من الماء اهم الفوائد الصحية المذهلة للخيار يعتبر مدر جيد للبول لاحتوائه على نسبة عالية من الماء لذلك فهو جيد للالتهابات المسالك البولية كما يمنع تكون الحصى في الكلة تحسين عملية الهضم لاحتوائه على الالياف بالتالي يحافظ على صحة المعدة والامعاء والقولون ويلين المعدة ويحسن عملية الاخراج يفيد في تعديل حموضة المعدة خاصة عند النساء الحوامل كما يحمل جسم من الجفاف والامساك الذي يصاحب الحمل غالبا الوقاية والعلاج من التهابات البرد والرشح والإنفلونزة لأنه غني بفيتامين A وC اللازمين لتقوية المناعة ضد الأمراض وتجديد خلايا الجسم يهدأ العصاب ويزيل التوتر ويعالج الأمراض النفسية ويخفض ضغط الدم الناتج عن ذلك مفيد للأشخاص الذين يتبعون حمية غذائية لأنه يعطى الشعور بالشبع لاحتوائه على الالياف ونسبة عالية من الماء خاصة إذا تناولوه مع الجزر المبشور يرطب الجسم ويخفف الشعور بالعطش خاصة أيام الصيف الحارة مفيد للبشرة لإحتوائه على مضادات الأكسدة إذ يعمل على تأخير ظهور التجعيد ويخلص البشرة من السموم ويهدئ حروق الشمس ويعالج البشرة الدهنية يمكن عمل قناعة منه بوضع شرائح الخيار على الوجه وتحت العينين أو أخذ عصير الخيار وخلطه مع كمية متساوية من ماء الورد ودهن الوجه به وتركه لمدة 15 إلى 20 دقيقة ثم غسل الوجه بالماء الدافئ أثبتت دراسات أن قشر الخيار له دور فعال في الوقاية من بعض أنواع السرطان مثل السدي والمبيض والرحم والبرستيتا وخفض الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية لذا ينصح بتناول الخيار مع كشوره لما له من فوائد تناول الخيار يوميا قد يحدى من حالات التهاب المفاصل والنقرص والإكزيمة والدودة الشريطية علاج حب الشباب عن طريق عمل ماسك يتكون من خليط من الخيار المهروس ملعقة جليسري ملعقة دقيق ويترك على البشرة لمدة 20 إلى 30 دقيقة ثم يغسل بالماء الفاتر ينصح بشرب عصير الخيار لأهمية فوائده التي ذكرناها سابقا وسنذكر طريقة لعمل عصير الخيار نحضر الثلاث حبات خيار عصير ليمونتين نصف قوب سكر أو حسب الحاجة ملعقة ماء ملعقة ماء ورد خمسة أقواب ماء يقطع الخيار ويضع في الخلاط القهربائي ويضاف إليه باقي المقونات وبعد الانتهاء من الخلط يصف العصير جيدا ويقدم والله أعلى وأعلم أتمنى لكم الصحة والعافية لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ليصلكم كل جديد مفيد إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر